هقولك على 10 نصايح إن شاء الله لو طبقتها هتساعدك جدا في تجاوز المرحلة دي نمرة واحد لازم تكون عارف ومتيقن إنك مش لوحدك وإن دي مشاعد الشائعة نسبيا بين الأغلبية العظمى من الطلبة وإنهم بيعاني من نفس المشكلة وده جزء طبيعي من التجربة الإنسانية والطبيعة البشرية ده يساعدك كتير على تجاوز المرحلة دي نمرة اتنين اتحرك واترك الكسل اوعى تستسلم للنوم والكسل ما تقضيش معظم وقتك في غرفتك قافل على نفسك اخرج وتحرك واختلط بالناس كلم صحابك اخرج وجدد نشاطك وطقتك واستمتع بيوم قدر الإمكان وبالمرة رتب غرفتك واحفظ أوراقك وملفاتك ومشاريعك المركونة من وقت ما خلصت واحتفظ بأنه استخدجتها منهم هتحتاجهم بعدين ورتب ملفات الكمبيوتر ومشاريعك وشغلك نمرة ثلاثة اطلب المساعدة أثناء الكلية كنت لما بتحتاج حاجة أخلم صحابك الأكبر منك والذي تخرجوا قبل منك ومروا بنفس الظروف والذي أكيد اكتسبوا بعض الخبرات استشيرهم واسألهم عن ظروف العمل خليك على تواصل مع الدكات الأولمعودين وتابع حساباتهم واستشيرهم النجاح معدي ولذلك حوط نفسك دائما بالأشخاص المثمرة الناجحة في مجالك عشان يحفزوك ويشجعوك نمرة ثلاثة وقتك ثمين أيام الدراسة يومك كمليات بالأنشطة محاضرات وامتحانات ومشاريع ساعتها كنت بتتمنى وقت فاضي تستغله في حاجات كتير والوقتي عندك فراغ لو سبت نفسك للفراغ ده هيضرك ولذلك استغل الفترة دي واعتبرها يا سيدي استراحة محارب واستعد للجاي الوقت اللي هتقضيف إنجاز أي عمل الآن هيساعدك فيما بعد اشتغل على نفسك وشوف إيه المهارات والكورسات اللي انت محتاجها جاهز السيفي واعمل البرتفوليو بتاعك خلي يومك مليان دايما بالأنشطة حتى لو أعمال بسيطة نمرة 4 تحرر من وسائل التواصل الاجتماعي حسب الدرسات وسائل التواصل الاجتماعي من أكبر المسببات للاكتئاب ولذلك أنصحك تقلل من استعمالك لها قدر الإمكان نمرة 5 لا تقارن نفسك بأحد المقارنة مهلكة ما تقارنش نفسك بحد كل واحد بياخد نصيبه وانت هتاخد نصيبك المقدر ليك اتعب واكتهد واعمل اللي عليك قد بالأسباب ورب الأسباب هيدبرها زميلك اشتغل وانت لسه ما تزعلش دي حاجة مش بيدك الأرزاء بيد الله سبحانه وتعالى ظروفك مزدي ظروف غيرك وحياتك مش شبه حياة حد فما تهلكش نفسك بالمقارنات وركز على هدفك وكون على يقين أن كل يلمع في وقته نمرة 6 حدد أهدافك وأولوياتك اعرف انت عاوز ايه بالظبط وحدد هدفك وركز عليه وما تسيبش نفسك للظروف هي اللي تمشيك عاوز تشتغل أو تكمل دراسة أو تسافر أو تشتغل فيه لانصر حدد انت عاوز تعمل ايه واشتغل عليه وما تشغلش نفسك بحاجات مجاش وقتها الأولويات أولا يعني مثلا ما تفكرش في أسائل الجواز بعد ما تتخرج مباشرة إلا لو قادر طبعا استنى لما تكون قادرة على تحمل المسئولية عشان ما تزودش أعباء على نفسك وبعدين يعمل اللي انت عاوزه وبلاش تشتت نفسك بأكتر من حاجة في نفس الوقت ركز على الأهم فالمهم ثمنا سبعة وارد جدا تقدم على وظيفة وتترفض مرة واثنين وعشرة فنصيحة بلاش تبالغ في التأثر بالرفض بعد مقابلات العمل مقابلات العمل مش معيار أبدا لكياس قدراتك وإمكانياتك اللي رفضك هو اللي خسر فرصة توظيفك والاستفادة من قدراتك ما تخليش ده يهضي ثقتك في نفسك اترفضت في مكان إن شاء الله ربنا مقدر لك مكان أفضل منه تحقق فينك حياة أكبر وما تعرفش الخير فين ممكن المكان اللي اترفضت فيه ده يكون فيه مدير يعقدك في حياتك فكون على يقين بإن اختيار ربنا هيكون الأفضل لك انت بس اسعى والشغل هيجي لحد عندك نبلة تمانية وازن أمورك وازن أمورك بشكل جيد وقسم وقتك بين البحث عن فرص عمل وتطوير مهراتك وبين التسلية ما تقضيش وقتك كله بيتتنقل بين الموبايل واللعب والإفلام والمسلسلات وتنتظر الشغل ييجي خبط على باب خرفتك نبلة تسعة دوام الحال من المحال كن على يقين إن الفترة دي مهما طالت هتعدي بحلوها ومرها فترة عصيبة هتفكرها بعدين وتكون فخور بنفسك إنك قومت واكتهت واكتستها ولقيت العمل المناسب اللي بتحلم به أخيرا أفضل نصيحة أقولها لك خليك صبور ومثابر ربما تشعر إن ده كلام مبتذل ومقرر وسمعته كتير ألف مرة ولكن صدقني دي حقيقة ما فيش شك فيها دي سنة الحياة ولازم تستمر إذا كنت على مدار سنوات اكتست العديد من الامتحانات والتسليمات ومريت بضغوط كتير اللي خليك تعدي من كل ده هيخليك تعدي من اللي انت فيه الوقتي ومش هيسيبه واللي عودك على الجميل لن يطرقك وكون على يقين إن كل اللي مروا بنفس المحالة دي وقدروا يتجاوزوها مش حسن منك